الحمد لله رب العالمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن مرء صائم متفق عليه تأمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يعني ستر ووقاية مثل جنة المحارب يعني الدرع الذي يقي المحارب من ضربات الأسهم والسيوف وهكذا الصيام يقيك من الشهوات ويقيك من النار لأن النار حفت بالشهوات فالصيام يجردك من الشهوات لله جل وعلا الصيام يضيق مجاري الدم ويضعف قوتك فتنكسر الشهوة ويبتعد المسلم بذلك عن المحرمات والمعاصي الصيام جنة ولهذا تأمل أيضا الصيام ستر لك عن الأخلاق الفاسدة ولهذا قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يعني يتكلم بالكلام الفاحش البذيء ولا يصخب يعني يصيح ويشتم قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن مرء صائم هذه أخلاق الصائمين الصيام مدرسة للأخلاق الصيام يعودك على الصبر كما تصوم عن الطعام والشراب كذلك تصوم عن الأخلاق الفاسدة تصوم عن كلمة السب والشتم تصوم عن الغيبة والنميمة ولهذا تأمل الصيام صبر والله تعالى يقول ادفع بالته أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فنسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو نسأله تعالى أن يحقق لنا في صيامنا الأخلاق الحسنة وأثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق نسأل الله تعالى من فضله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر